اختتمت اليونسكو جلستها التوعوية للطلبة في مدرسة كفرنامى الصناعية بعنوان التعليم وتدريب المهني كخيار مستقبلي أفضل للشباب في الضفة الغربية وذلك لتوجيه الطلبة إلى تدريب المهني الذي يؤهلهم للاندماج بسوق العمل في فلسطين اليوم كانت هي الجلسة النهائية هي قمة طلابية طبعا تم تنفيذها بناء على التوصيات والمقترحات للجلسات السابقة اللي نفذناها بالضفة وبغزة كان في عدد من التوصيات من قبل طلاب المصاري المهني والطلاب المصاري العام وبناء على هذه التوصيات نفذنا الجلسة النهائية وهي قمة طلابية بالضم عدد من الطلبة في المصاري المهني والمصاري العام أيضا ما زالت ظاهرة البطالة تشكل إحدى أهم المشكلات في المجتمع الفلسطيني وقد يكمن الحل في رفض السوق الفلسطيني بالقوى العاملة المحلية من خلال تأهيل الأفراد خاصة غير القادرين على إتمام المرحلة الدراسية وتطبير مهارتهم الوظيفية والتقنية والمهنية لإنشاء قوى عاملة على مستوى عال من الوعي والمعرفة كانت اليوم جلسة مع طلاب مع طلاب التخصصات الأكاديمية كيف نظرتهم للتعليم والتدريب المهني حاولنا نرفع النظرة المجتمعية الدونية للتعليم والتدريب المهني نوعيهم بأهمية هذا القطاع سمعنا منهم كانت أفكارهم كثير حلوة كثير رائعة تفعلوا بشكل ممتاز جدا وحققنا أهدافنا بحيث أنه طلعوا من القاع عندهم تغير جذري في كيفية نظرتهم للتعليم المهني والتقني جلسة اليوم هي من أهم الجلسات اللي المفروض تنعقد مع الطلاب في صف عاشر في مرحلة عمرية هم بحاجة لاتخاذ قرار مهم في حياتهم بأي اتجاه كاملوا درستهم أعطتهم فكرة كافية عن التخصصات اللي أمامهم وعن المسارات اللي بإمكانهم يفكروا فيها في هاي المرحلة يعد التعليم المهني والتقني السبيل نحو تحقيق العديد من الأهداف على مستوى المجتمع بشكل عام وعلى مستوى الأفراد بشكل خاص من خلال رفض المجتمع بالقوى العاملة الماهرة والقادرة والمؤهلة التي تزيد فرص الشباب في الحصول على فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدى الأفراد جلسة رائعة وحلوة استفدت منها كثير حبيت أني أشارك قراراتي وشغلات مع الناس اللي في المحاضر وراح أطلع يعني إشي إلى دخل في الحسوب زي مثلا علم حسوبة وهندسة حسوب جلسة كثير فدتنا وعلمتنا كثير شغلات تعرفتنا أنه يعني في جانب مهني غير اللي إحنا مقتصرين عليه بين الللمي والأدبي عطتنا كثير مجالات يعني مثلا إحنا ما كنا نفهم يعني فيه زراعة فيه تجميل فيه كثير أشياء برضو بحتاجها سوك العمل عانت المجتمعات العربية جملة من الاختلالات وعدم الاتزان الهيكالي في جميع الجوانب الحياتية وخاصة في الجانبين التربوي والتنموي وتعد الفجوة الواسعة بين المستويات الثقافية والتعليمية للفئات الاجتماعية المختلفة سببا مهما في تشكل ثقافة العيب والنظرة الاجتماعية الدونية للتعليم المهني والتي تتطلب تغييرا جذريا وحلا سريعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة